بعد سنوات من سيطرة مخالب الشر الأسود عليها وظهور تنظيم آخر خارجي يتمثل بحزب العمال الكردستاني ولتسوية الأوضاع هناك اتفاق بين حكومة المركز والإقليم تضمن إنشاء نقاط إدارية وأمنية وخدمية حيث تكفل الحكومة الاتحادية بالملف الأمني وحكومة الإقليم بالإداري فيما يبقى القطاع الخدمي مشتركا بين بغداد وأربيل ومحافظة نينوى نحتاج من كل الأطراف وقفة مشرفة لإعادة النازحين وبناء هذه المدينة المنكوبة التي مر عليها جرائم يندى لها جبين إنسانية ويجب أن نكافئ أهل هذه المدينة ونعمر كل ما خربه تنظيم داعش والاقتتال الذي حصل ونحرص على إخراج القوات الغير العراقية من سنجار في منطقة تتزاحم عليها جهات وفصائل عدة يدخل اتفاق سنجار مرحلة التشابك والتوقيتات الزمنية بتطبيق بنوده وألياته ما دفع بمستشار الأمن القومي والممثلة الأممية في العراق إلى التحرك وزيارة الموصل مؤخرا للإشرايف والاطلاع على تنفيذ بنوده المتعلقة بالتطبيع وإعادة النازحين بعد ستة سنوات من التهجير القصري في مخيمات النزوح نطالب بعودة أهالي سنجار بجميع الطواعف والديانات وتذليل الصعوبات وبسط الأمن وأعمار المدينة والعيش الكريم لأهاليها دون تمييز مذهبي أو ديني وفي حال عدم تنفيذ هذه الاتفاقية وإنقاذ دور العبادة ومساكن مواطني سنجار وعودت أهالي سنجار إليها سيكون لنا موقف آخر برفع قضيتنا أمام المجتمع الإسلامي والدولي اتفاق وصف بالتاريخي وحظي بمباركة واشنطن والبعثة الأممية ويمثل تحديا كبيرا بين حكومة المركز والإقليم رفض وتخوف وانتقاد أحد أبرز التحديات الشعبية والسياسية التي تواجه اتفاق سنجار في واحدة من أعقد الملفات الخلافية بين المركز والإقليم والمتمثلة بالمناطق المتنازع عليها بادا كاركوك من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة ترجمة نانسي قنقر